نصبع لحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر وقبل ما نبدأ فقراتنا نروح ونصبع على زملتنا مننا الشرائي وعلشان نعرف منها آخر أخبار المرور والطقس وأسعار الأوملات والذهب كمان صباح الخير يا منا صباح الخير عليك يا أحمد صباح الخير عليك يا هدي صباح الخير يا منا كل اللي أنا قلته ده هو ده أنا عارف أنت عايز إيه جوناه دلطيف طبعا بيميل للحرارة لكن خلاص احنا في الصيف يعني معقول معقول بس الدرجات بدأت تنزل شوية عن الفترة اللي فاتت يعني بداية الأسبوع لكن النهار ده يمكن مرتفعة أكتر شوية معناش ربنا يا بشارك ده صباح الخير على كل مشاهدينا خلينا على طول نطمنكم على أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر لكل الناس اللي لسه ما نزلتش النهار ده طبعا بداية السنوية العامة للمواد اللي مش بتضاف للمجموع وبننصح الطلاب إنهم ينزلوا بدري شوية تجنب للزحام في الشوارع وعشان يقدروا يوصلوا اللي جان بدري هنبتدي مع بعض جوالتنا في محافظة القاهرة هنشوف مع بعض كبري أكتوبر احنا شايفين قدامنا الكسافات المرورية بسيطة جدا ما تأثرش على معدل الحركة لغاية ما بنوصل لمنطقة رمسيس بعدها بيكون فيه سيولة لغاية نزلت غمرة وبتكمل معانا السيولة المرورية دي لغاية نهاية كبري أكتوبر شارع رمسيس احنا شايفين فيه كسافة بسيطة وغير مؤسرة بامتداد الشارع وبتكمل معانا السيولة دي لغاية طريق النصر لو بصينا على شارع بورسعيد من نزلت كبري أكتوبر هنلاقي سيولة مرورية لغاية منطقة الزاوية الحمرة والويلي ولغاية كبري السحر والأماريق لو بصينا بقى على الأوتوسترات هنلاقي فيه سيولة مرورية نسبية هتقل بعد شوية للي جاي من مناطق حلوان والمعادي والمؤطم ولو بصينا بقى على مطلع المؤطم للمتجه لمحور صلاح سالم هنلاقيه طبعا مغلق لغاية منتصف أغسطس بمعرفة الإدارة العامة للمرور ولغاية نهاية أغسطس نستكمل جولتنا المرورية فيه شوارع الجيزة احنا شايفين الخريطة برضو بتميل للون الأخضر يعني الكسفات المرورية النسبية هنفضل ماشيين لغاية ما نوصل لمدان الجيزة من عند شارع الهرم وهنلاقي هناك بدأت الكسفات تزيد مع ساعة الزروة منفكر حضراتكم أن فيه تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية لكبري سيارات مستحدث في شارع السودان في الجيزة وده هيربط محور الفريق كمال عامر بمحور صفت اللبن وشارع السودان وده طبعا بيستلزم غلق كلي لشارع السودان بالاتجاه اللي جاي من تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان اتجاه أسفل كبري ساوات تعالوا مع بعض نشوف أن فيه كمان استمرار الغلق الكلي لمطلع الطريق الدائري القوس الشرقي المنيم لللي جاي من محور اللبيني والمؤدي أعلى طريق المنصورية والطريق السياحي وده لغاية يوم الخميس اللي جاي وده طبعا بيأتي في قطاع تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري في المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد والغاية طريق المنصورية تعالوا مع بعض نبص على محور 26 يوميو احنا شايفينه مع بعض هنلاقي كسافات مرورية لللي جاي من أكتوبر والغاية مدان لبنان ومنلاقي في الاتجاه التاني سيولة مرورية لللي جاي من كبري 15 ميو نروح نشوف محافظة الإسكندرية احنا شايفين معانا بعض الكسافات البسيطة جدا عند شارع خالد بن الوليد في منطقة ميامي وكمان فيه كسافات بسيطة في المنطقة المحيطة بكبري استاني زي ما احنا شايفين وبعض الكسافات المتقطعة المتوقعة دايما عند الإشارات المرور بطول الكورنيش لو بصينا على الشوارع الجانبية حنلاقي فيها سيولة مرورية نسبية والأمور بسيطة جدا في الإسكندرية ما فيش أي تكدسات نروح بقى لوجه قبلي ونشوف أسوان ونتابع الحالة المرورية هناك هنبتدي من شارع السادات ولغاية ما بنوصل لمنطقة المسلة احنا شايفين سيولة مرورية على طول الشارع وحنلاحظ فيه كسافة مرورية بسيطة لغاية ما بنوصل لمحطة القط طبعا عند محطة القطار والمنطقة اللي حواليها بنلاقي كسافات مرورية هنلاقي برضو أيضا كسافات مرورية في شارع الحددين وشارع الإمام الشفعي بالطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجماعي هنلاقي بعض الكسافات المرورية دلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع حضراتكم متوسط أسعار صرف العملات الرسمية الدولار الأمريكي بيسجل 18 جنيه و70 أرش للشراء 18 جنيه 78 أرش للبيع اليورو بيسجل 19 جنيه 64 أرش للشراء 19 جنيه 73 أرش للبيع الجنيه الاسترليني بيسجل 22 جنيه 87 أرش للشراء 22 جنيه 97 أرش للبيع والفرانك السويسري بيسجل 19 جنيه 28 أرش للشراء 19 جنيه 37 أرش للبيع اليوان الصيني بيسجل 2 جنيه 78 أرش للشراء 2 جنيه 79 أرش للبيع الريال السعودي بيسجل 4 جنيه 98 أرش للشراء 5 جنيه للبيع الدينار الكويتي بيسجل 60 جنيه و90 أرش للشراء 61 جنيه و18 أرش للبيع والدرهم الإماراتي بيسجل 5 جنيه و9 أرش للشراء و5 جنيه و11 أرش للبيع خلينا بقى نشوف كمال متوسط أسعار الدهب سعر السوق بالنسبة للجرام عيار 18 بيسجل 863 جنيه عيار 21 الجرام بيسجل 106 جنيه عيار 24 الجرام بيسجل 1149 جنيه والجنيه الدهب بيسجل 8046 جنيه وذلوقتي مشاهدينا خلينا نستعرض محضراتكم جولة سريعة في أحوال التقس النهاردة اللي حيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وفي نشاط رياح أحيانا بالليل على مناطق متفرقة من كافة أنحاء الجمهورية هنلاقي كمان شبورة مائية خفيفة الصبح على بعض الطرق المؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 34 درجة أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42 درجة والأقل هتكون في مطروح 28 درجة هنتابع محضراتكم التقس بالتفصيل بعد قليل ترجمة نانسي قنقر